طلاب الصف الخامس الابتلائي السلام عليكم ورحمة الله وهيلا بكم معايا ودرس جديد من دروس مادة الدين وهنبتد ان شاء الله اول دروس العقيدة بالنسبة للمحور الرابع بيقول لي الدرس الاول هو الانسان والبيئة بالنسبة للجزء الايه الاول يسر الله سبحانه وتعالى للانسان حياته في الارض يعني ربنا عز وجل ساهل للانسان حياته في الارض فخلق له بيئة كاملة فيها كل ما يحتاج اليه من مأكل ومشرب وهواء ودواب الحيوانات اللي بتساعدنا في الحياة يعني قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وفي هذه البيئة الملائمة يعني المناسبة لحياة الانسان تتيسر معيشته او معيشته يعني بتبقى حياته سهلة ويستطيع عبادة الله سبحانه وتعالى ومحبته والعمل على اعمار الارض طيب ياولاد ما علاقة الانسان بالبيئة طبعا تتضح علاقة الانسان بالبيئة فيما يلي واحد تسخير جميع المخلوقات في البيئة إن ربنا عز وجل سخر جميع المخلوقات في البيئة اتنين تسخير كل ما في البيئة لخدمة الانسان ثلاثة تسخير البيئة دليل للانسان على عظمة الخالق سبحانه وتعالى أربعة تسخير الانسان لحماية البيئة والحفاظ عليها يبقى دا العلاقة بين الانسان والإيه والبيئة نجي الأول نقطة ياولاد بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم يبقى جميع ما خلق الله يسبح الله سبحانه وتعالى يبقى علشان كده ياولاد يجب على المسلم أن يحترم كل ما حوله لذا فالمسلم يحترم كل ما حوله ويرى أن الله سبحانه وتعالى خلقه ليؤدي دورا في الحفاظ على هذا الخلق العظيم بعد كده ياولاد تسخير كل ما في البيئة لخدمة الإنسان طيب بيقولي تسخير كل اللي في البيئة لخدمة الإنسان يعني إيه الكلام دا دور كل ما في البيئة من مخلوقات أن تخدم الإنسان وتيسر حياته فيها فالله سبحانه وتعالى سخر له ما في السماوات والأرض لينتفع به كما قال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك الآيات لقومي يتفكرون فالهواء بما فيه من أكسجين لضمان حياة الإنسان يبقى مسخر لخدمة الإنسان ولا لا والتربة وما فيها من معادن لنفع البشرية والبحر بما فيه من ثروات غنية هذا كله مسخر لمن ياولاد للإنسان اللي بعد كده تسخير البيئة دليل للإنسان على عظمة الخالق عز وجل كما يستدل الإنسان على عظمة الله سبحانه وتعالى وطلاقة قدرته بالنظر والتدبر فيما حوله من كائنات ومخلوقات قال سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وأيضا قال الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إليا الجمال وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت سطحت يعني إيه ياولاد بسطت يعني كأنها مفروشة مفروضة الإنسان يعرف يمشى عليها بعد كده ياولاد تسخير الإنسان لحماية البيئة والحفاظ عليها طبعا مش كل حاجة تبقى خدمة الإنسان والإنسان ما يعملش حاجة بقى لا للإنسان دور أيضا في هذه الحياة فقد ميزه الله جل جلاله عن بقية المخلوقات بإيه ياولاد بالعقل وجعله خليفة في الأرض كما قال سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة والخلافة تعني المسئولية والتكليف بالحفاظ على ما حوله وتنمية بيئته التي خلقت لخدمته لازم يحفظ عليها لازم يعمر الأرض لازم يحميها يحمي البيئة مش يضمرها وأمره الله عز وجل بعمارة الأرض لا بتخريبها كما قال سبحانه وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها لذا يرى المسلم أن في حفاظه على بيئته وتنميتها طاعة وعبادة لله عز وجل الذي أمره بإعمار الأرض ونهاه عن الإفساد فيها كإيذاء الحيوان أو تلويث الهواء أو إهلاك النبات أو الإسراف في استخدام الماء كما قال سبحانه وتعالى ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين نجيب بعد كده يا ولاد للأسئلة والأجوبة كيف يسر الله عز وجل حياة الإنسان؟ طبعا خلق الله عز وجل للإنسان بيئة كاملة فيها كل ما يحتاج أليه من مأكل ومشرب وهواء وإيه ودواب ما أثر البيئة الملائمة على حياة الإنسان؟ البيئة المناسبة أثرها إيه على حياة الإنسان؟ في البيئة الملائمة يستطيع الإنسان عبادة الله سبحانه وتعالى ومحبته والعمل على إعمار الأرض ثلاثة سخر الله سبحانه وتعالى كل ما في البيئة لخدمة الإنسان وضح ذلك إزاي رب العز وجل لسخر كل اللي في البيئة لخدمة الإنسان؟ سخر الله سبحانه وتعالى كل ما في السماوات وما في الأرض لتيسير حياة الإنسان مثل أيه؟ الهواء بما فيه من أكسجين لضمان حياة الإنسان اتنين التربة وما فيها من معادن لينتفع بها الإنسان ثلاثة البحر بما فيه من ثروات غنية السؤال اللي بعد كده هل علاقة الإنسان بالمخلوقات استهلاك خيراتها فقط؟ طبعا لا لماذا؟ فلأن الإنسان يستدل بهذه المخلوقات على عظمة الخالق وقدرته المطلقة يعني هو مش مجرد أنه ينتفع بها وخلاص لا فيه هدف أسمى وأغلى وأعظم اللي هو إيه؟ أنه يستدل بهذه المخلوقات على عظمة الخالق وقدرته المطلقة وذلك لأن الإنسان مخلوق عاقل ينظر ويتدبر فيما حوله بعد كده كيف سخر الله سبحانه وتعالى الإنسان لحماية البيئة والمحافظة عليها بأن ميزه الله سبحانه وتعالى عن باقي المخلوقات بالإيه؟ بالعقل وأمره بعمارة الأرض ونهاه عن تخريبها ما معنى أن الإنسان خليفة في الأرض؟ خليفة أي مسؤول عن البيئة ومكلف بحمايتها وتنميتها والمحافظة عليها بعد كده بيقول لي وضح كيف يكون الحفاظ على البيئة وتنميتها طاعة وعبادة لله عز وجل؟ أمر الله عز وجل للإنسان بإعمار الأرض وانهاه عن الإفساد فيها والمحافظة على البيئة وتنميتها إعمار للأرض وقال سبحانه وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها بعد كده أذكر بعضا من أشكال إفساد الإنسان في الأرض إنه بيعمل إيه؟ أول حاجة إيذاء الحيوان اتنين إهلاك النبات بيضمر النبات تلاتة تلويث الماء أو الهواء أربعة الإسراف في استخدام الماء النشاط بعد كده أولاد هنبتد إن شاء الله حل الأسئلة بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد كل ما في البيئة من مأكل ومشرب وهواء من صنع مين؟ من صنع الله عز وجل برافو اتنين سخر الله عز وجل البيئة لخدمة مين؟ الملائكة البشر الجمادات برافو لخدمة البشر تلاتة ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان عن بقية المخلوقات بإيه؟ بالعقل برافو أربعة دور الإنسان نحو البيئة إيه؟ إفسادها؟ إهمالها أم إعمارها؟ برافو إعمارها خمسة من أشكال المحافظة على البيئة الإسراف في الماء؟ أبهد للمية؟ ولا الرفق بالحيوان؟ ولا حرق الغابات؟ برافو الرفق بالإيه؟ بالحيوان النشاط الثاني ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد الإنسان جزء من البيئة؟ طبعا ما يعيش فيها وهي مشخر أصلا خدمته طيب خلافة الإنسان في الأرض تعني أنه مسؤول عن الحفاظ عليها؟ طبعا الإجابة إيه؟ صحيحة تلاتة كل الكائنات تسبح لله تعالى وتخضع له؟ أكيد أربعة المحافظة على البيئة ليست من العبادات؟ الإجابة إيه؟ خاطئة طبعا ده من العبادات خمسة ترشيد استهلاك المياه من أشكال المحافظة على البيئة؟ أكيد طبعا النشاط اللي بعد كده املأ الفراغات في الجمل بالكلمات الآتية يضمن تدبر محبته ثروات ارتباط واحد في البيئة الملائمة لحياة الإنسان يستطيع الإنسان عبادة الله سبحانه وتعالى و برافو ومحبته اتنين هناك نقط وألفة بين الإنسان وكل ما يحيط به من كائنات هناك إيه؟ برافو ارتباط تلاتة الهواء بما فيه من أكسجين نقط حياة الإنسان برافو يضمن حياة الإنسان أربعة في البحر نقط مسخرة للإنسان في البحر إيه؟ ثروات مسخرة لمين؟ للإنسان طبعا خمسة يستدل الإنسان على عظمة الخالق بالنظر في الكون و وإيه؟ برافو عليكو وتدبري مخلوقاته النشاط اللي بعد كده صل بكل عبارة من العمود الأول بما يناسبها في العمود الثاني واحد يستدل الإنسان على عظمة الله عز وجل إزاي؟ برافو بالنظر والتدبر فيما حوله من كائنات ومخلوقات اتنين خلق الله سبحانه وتعالى الهواء بما فيه من أكسجين ليه؟ برافو لضمان حياة الإنسان ثلاثة خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وخلق له ها؟ بيئة كاملة من مأكل ومشرب ودواب أربعة الإنسان خليفة في الأرض خليفة تعني إيه؟ مسؤول ومكلف برافو النشاط اللي بعد كده ضع علامة صح تحت الإجابة الصحيحة بيقول لي من صور حفاظ الإنسان على البيئة ترشيد استخدام الماء؟ برافو طبعا أكيد إلقاء المخلفات في الأنهار؟ لأ طبعا تلويث الهواء؟ أكيد لأ طبعا أنا كده بضمر البيئة غرس الأشجار؟ زرع الأشجار يعني؟ أكيد طبعا الرفق بالحيوان؟ أكيد طبعا من صور حفاظ الإنسان على البيئة؟ على البيئة بعد كده يا أولاد بيقول لي أجب عن السؤالين التاليين ما دور الإنسان نحو بيئته التي يعيش فيها؟ طبعا دور الإنسان نحو بيئته التي يعيش فيها هو إيه؟ إعمارها طبعا إعمارها والمحافظة عليها وتنميتها صح ولا لا؟ والمحافظة إنه هو يعمرها ويحفظ عليها وينميها كمان وتنميتها طيب أذكر ثلاثا من صور الإفساد في الأرض زي إيه؟ طبعا حاجة كتير زي إيه ذاء الحيوان إنه يأذي حيوان ده طبعا من إيه يا أولاد؟ من صور الإفساد في الأرض إيه كمان؟ طبعا تلويثوا الهواء تلويثوا الهواء حاجة ثالثة زي إيه يا أولاد؟ إهلاكوا النبات يروح يقطع في النبات من غير داعي إهلاكوا النبات كل ده أو التلاتة دول من صور الإيه؟ الإفساد في الأرض إيه لاكوا النبات النشاط اللي بعد كده يا أولاد بيقول صنف الأفعال الآتية إلى حفاظه على البيئة أو إفساد في البيئة أول حاجة إيذاء الحيوانات وعدم الرفق بها ده من إيه؟ برافو من الإفساد في البيئة يبقى ده إفساد في البيئة الإسراف في استخدام الماء ده إيه؟ طبعاً برضو إيه؟ إفساد في البيئة فيها كويس جيداً بعد كل استخدام برضو حفاظ على الإيه؟ البيئة النشاط اللي بعد كده بيقول لي صنف كل آية بما تدل عليه أول حاجة قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ده بيدل على إيه أولاد؟ برافو الاستدلال على عظمة الخالق بالنظر والتأمل طيب قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ما معناه؟ أو بتدل على إيه؟ ضرورة الاهتمام بالأرض وإعمارها بعد كده هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً يعني إيه؟ برافو عليكم تيسير الله سبحانه وتعالى للإنسان حياته وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم طبعاً أن الكائنات جميعها تسبح الله سبحانه وتعالى النشاط اللي بعد كده يا أولاد أكمل الجدول الآتي بالتصرف المتوقع محافظاً على البيئة ومفسيداً في البيئة المحافظ على البيئة بيعمل إيه؟ يلقي علبة العصير الفارغة في صندوق القمامة طب المفسد في البيئة هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ هيرمها على الأرض طبعاً يلقي علبة العصير زي على الأرض مش هيحترم نظفة البيئة فهير بالعلبة على الأرض اتنين بيقول للمفسد يقذف الحيوانات بالحجارة ويؤذيها يبقى المحافظ على البيئة هيعمل إيه؟ يطعم الحيوانات ويرعاها يبقى عكسه يطعم الحيوانات وإيه يا أولاد؟ ويرعاها طبعاً بعد كده المحافظ على البيئة يغلق صنبور الماء بعناية بعد الوضوء طب ما للتاني هيعمل إيه يا أولاد؟ طبعاً هيعمل عكس ده طبعاً هيترك صنبور الماء مفتوح يتركه هيعمل العكس صنبور الماء مفتوحاً طيب بعد كده المفسد في البيئة يعبث بالأشجار ويكسر أغصانها وما للتاني هيعمل إيه يا أولاد؟ هيرويها ويعتني بها المحافظ على البيئة يروي الأشجار وإيه يا أولاد؟ ويعتني بها ويعتني بها بعد كده يا أولاد النشاط السريعي لخلف كل درس اختل إجابة صحيحة مما بين القوسين واحد من أشكال الحفاظ على البيئة يا أولاد؟ ترشيد استهلاك الماء؟ ولا الصيد الجائر الظالم يعني؟ ولا تلويث الهواء؟ طبعاً ترشيد استهلاك الماء اتنين ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان عن بقية المخلوقات بإيه؟ برافو بالعقل تلاتة خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ليكون خليفة خالداً مفسداً في الأرض برافو ليكون خليفة في الأرض أي مسؤولاً النشاط اللي بعد كده ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة قطع الأشجار بلا فائدة من أشكال الحفاظ على البيئة؟ طبعاً الإجابة إيه؟ خاطئة اتنين اطعام الحيوانات والاهتمام بها من أشكال الحفاظ على البيئة؟ طبعاً تلاتة يسر الله عز وجل للإنسان حياته وسخر له كل ما في الأرض؟ طبعاً الإجابة إيه؟ صحيحة أربع الإنسان مسؤول عن نفسه وليس مسؤولاً عن البيئة؟ الإجابة إيه؟ خاطئة طبعاً بعد كده صل كل كلمة من العمود الأول بما يناسبها من العمود الثاني بيقولي الهواء البحر التربة سخره الله عز وجل للإنسان بما فيه من ثروات غنية في الأعماق دمين؟ برافو عليكم البحر طيب سخرها الله سبحانه وتعالى لنفع البشرية بما في باطنها من معادن دي التربة برافو ثلاثة خلقه الله سبحانه عز وجل بما فيه من أكسجين لضمان حياة الإنسان ده طبعاً الإيه؟ الهواء نيجي للنشاط الأخير معنا في درس النهاردة اقرأ الآيات الآتية ثم أجب قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإيبل كيف نكمل المحذوف خلقت برافو وإلى السماء كيف رفعت وإلى كيف نصبت وإلى الجبال برافو كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت بعد كده بيقولي ما مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في الآيات الكريمة السابقة طبعاً أنه سبحانه وتعالى أنه سبحانه خلق الجمال ده اللي هي الإبل خلق الجمال بتعمل إيه أولاد تتحمل العطش لأوقات طويلة تتحمل العطش لأوقات طويلة وإيه كمان ورفع السماء ورفع الإيه السماء دي من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى بلا عمد ورفع السماء وإيه كمان وجعل وجعل الجبال خلق الجبال ليه أولاد لتثبيت الأرض عشان ما تعالش تتزلزل لتثبيت الأرض لتثبيت الإيه الأرض وإيه كمان وإلى الأرض كيف سطحت وبسطة الأرض يعني إحنا مش بنمشي على جبال وهضاب علشان نتحرك لأ ده الأرض يعني فضية كأنها مفروشة مبسطة ممهدة لنا علشان نعرف نعيش عليها وبسطة الأرض لتيسير حياة الإنسان طبعا لتيسير حياة الإنسان علشان نعرف نعيش عليها وبكرة يا أولاد أنا هنا درس اليوم ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم